وفي الملف السوري يتسارع وقع الخطى في المسارات الدولية الهادفة لحل الأزمة في سوريا بينما يدور جدل حاد بين المعارضة والأمم المتحدة بشأن التمثيل في مفاوضات جينيف وتستعد الدول الضامنة لمفاوضات أستانا لعقد محادثات بينها بعد مضي نحو أسبوع على انعقاد المفاوضات غير المباشرة بين النظام السوري ومعارضيه في أستانا بضمانة كل من روسيا وتركيا وإيران وإشراف الأمم المتحدة أعلنت وزارة الخارجية الكزاخية أن الدول الضامنة ستجري في أستانا محادثات بينها بشأن كيفية تطبيق وقف لإطلاق النار في سوريا يوم الاثنين المقبل في الأثناء انطلقت التحضيرات التمهيدية لعقد مفاوضات جينيف في العشرين من الشهر الحالي غير أن التحضيرات شهدت أخدا وردا بين المعارضة السورية والمبعوث الأمم سيفان ديمستورا إثر إمهاله المعارضة فرصة أخيرة تنتهي الأربعاء المقبل لتسمية وفد تفاوضي موحد وبخلافه فسيعمد بنفسه إلى تسمية الوفد تصريحات ديمستورا أثرت استياء أعضاء في الاتلاف الوطني السوري والهيئة العليا للمفاوضات التي كتب رئيسها رياض حجاب على تويتر بأن تحديد وفد المعارضة ليس من اختصاص ديمستورا وأن أهم ما يجب أن ينشغل به هو تحديد أجندة المفاوضات على وفق بيان جينيف في حين ذهب معارضون سوريون آخرون إلى أبعد من ذلك حين اتهم ديمستورا بالتناغم مع طروحات الروس والإيرانيين إلا أن الأمين العام للأمم المتحدة هانطونيو جوتيريس دافع عن تصريحات ديمستورا وقال إن ما حملته لا يتعرض مع مضمون قرار مجلس الأمن وفي الجناح العسكري من المعارضة رفضت فصائل المشاركة في مفاوضات لا تؤدي إلى انتقال السلطة لهيئة حكم انتقالي مؤكدة في بيان لها عدم إمكانية اتخاذ أي خطوة للحل السياسي من دون تطبيق كامل لوقف إطلاق النار